حظر للطبعة الجديدة من العملة الوطنية في مناطق سيطرة الحوثين خطوة تصعيدية أخرى يتخذها البنك المركزي في صنعاء نيابة عن سلطة الأمر الواقع في سياق مواجهة تهدف إلى تكريس نفوذ اقتصادي ونقدي منفصل للميليشيا في المناطق التي يتركز فيها معظم سكان البلاد ثلاثون يوما فقط هي المهلة التي حددتها الميليشيا للبنوك والتجار والمواطنين تحت طائلة التهديد بالمصادرة بعد هذه المدة إذا لم يتم التخلص من الطبعات الجديدة التي أنزلها البنك المركزي اليمني في عدل التداول بعد طباعة مليارات الريالات منها في روسيا قبل عامين لن تحصل البنوك التجارية ولا التجار على تعويضا عن العملة التي طلب منهم التخلص منها فيما سيحصل المواطنون على فرصة استبدال ما لديهم من هذه العملات خلال مدة الثلاثين يوما ومن بين الخيارات المطروحة حصول المواطنين على عملة قديمة لكن التوجه الرئيس الذي تتبنه الميليشيا يقضي بتحويل هذه المبالغ إلى عملة إلكترونية عبر ثلاث تطبيقات مصرفية إلكترونية هي موبايل ماني وكولتي كوننكت وإنفلوس مخطط يهدف على ما يبدو إلى التحكم الكامل بتداول العملة النقدية التي تعرضت لتدهور حاد أمام العملات الأجنبية دفعت بالبنك المركزي في عدن إلى خفض سعر الريال إلى نحو 507 مقابل الدولار وسط اتهامات متبادلة بالمضاربة بهذه العملة والتي تقف خلف تدهورها الحاد وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الإرياني حذر في سلسلة تغريدة له على حسابه في تويتر من تبعات قرار الميليشيا الحوثية منع تداول أو حيازة العملة الوطنية في مناطق سيطرتها وتجريم من يتعامل بها ولفت إلى هدف الميليشيا الخطير من وراء تلك الخطوة وهو نهب رأس المال الوطني وسحب مدخلات المواطنين عبر دعوتها لاستبدال العملة الوطنية مقابل ما تسميها النقد الإلكتروني وحذر الوزير الإرياني كذلك من أن القرار يضع مزيدا من العراقيل أمام جهود الحكومة في انتظام تسليم مرتبات المتقاعدين وموظفي عدد من القطاعة الحكومية في مناطق سيطرة الميليشيا اقتصاديون نبهوا إلى أن المواطنين سيواجهون صعوبة في تحويل مدخراتهم إلى عملة نقدية عبر الآلية الإلكترونية التي فرضها الحوثيون عليهم في وقت تمضي فيه الميليشيا قدما في تنفيذ مخططها الذي يوجد من بين أهدافه التحايل على صرف المرتبات والذي قوبل منذ وقت مبكر بتحذيرات من مغبة هذه الخطوة إذا لم يتم تغذية تلك العمليات بأرصيدة مالية حقيقية في البنوك